قوله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين هذا البرهان المعروف بآية المباهلات بعد أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في العام الثامن للهجرة النبوية أقبلت الوفود لتعلن إسلامها وسمي ذلك العام بعام الوفود من ضمن هذه الوفود جاء وفد نصارى نجران وكان في نجران في جنوب المملكة باتجاه اليمن فجاء هذا الوفد للنبي عليه الصلاة والسلام وجلس في المدينة أياما وكانوا نحو ستين رجلا منهم العاقب وهو أميرهم الذي يمتثلون رأيه وكذلك السيد وهو صاحب إحلتهم وقد لبثوا في المدينة أياما فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وتلع عليهم القرآن فامتنعوا أن يجيبوه إلى الإسلام فكانوا يجادلون في عيسى عليه الصلاة والسلام يقولون أن عيسى بن مريم هو إله من عند الله تبارك وتعالى فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما لم يؤمنوا له إلى المباهلة والمباهلة أن يبتهل كل طرف إلى الله عز وجل أن يجعل لعنة الله على الطرف الكاذب فخافوا وأبوا وسنتكلم بعد قليل عن المباهلة وكيف كانت هذه المباهلة وما هي المباهلة أصلا ونزلت فيهم نحو ثلاثة ثمانين آية في صدر صورة آل عمران نزلت كلها في وفد نصارى نجران ومنهم هذه الآيات ومنها هذه الآيات وقد وصلت المعاندة والمحاججة بين وفد نجران وبين النبي عليه الصلاة والسلام إلى صورة متقدمة جدا يعاندون يحاججون بعد ذلك أمر الله نبيه بقوله فمن حاجك فيه حاجك من المجادلة من المعاندة من المحاججة أن يذكر كل إنسان حجته فمن حاجك فيه أي في عيسى عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا يقولون بأن عيسى إله هذا هو أصل المحاججة عندهم أو في القرآن فمن حاجك فيه أي في القرآن الذي جاء فيه ذكر عيسى وموسى ومحمد وصالح وشعيد وكل الأنبياء والأخبار السابقة فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكذبين والمباهلة في اللغة هي الملاعنة يقال باهل فلان فلان أي لاعنه وتكون طبعا هي مشروعة الدعاء بإنزال اللعنة على الكاذب من المتلاعنين هذه هي الملاعنة وهي مشروعة لإحقاق الحق وإزهاق الباطل والمباهلة أن يأتي كل طرف بأقرب الناس إليه كما في هذه القصة التي جاءت في صلاح مسلم ثم يباهل الطرف الآخر أي لاعنه إن كان كاذبا صادا نادا عن الحق وكذلك يفعل صاحبه وقد روى مسلم في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم من الآخر الآية دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا وقال اللهم إن هؤلاء أهلي قال ابن حجر وأنا سأنقل أقوال العلماء في هذه المباهلة لنعلم مشروعيتها وأهميتها وكيف استدل بها الشيعة بزعمهم الفاسد على إمامة لم تذكر لا في القرآن لا في هذه الآية ولا في غيرها لا تصريحا ولا تلميحا لا من قريب ولا من بعيد وحجة الشيعة في هذه الآية في أي لفظة تكلم فيها الشيعة وقاعدوا هذه القواعد ونذكر أيضا مخالفتهم لكتبهم في تفسيرهم وتأويلهم لهذه الآية اشتركوا في القناة